السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهلا وسهلا بكل الناس اللي شرفوني على القناة أهلا وسهلا بالجميع قبل ما نبدأ يلا بسرعة حطوا اللايك والاشتراك فيديو اليوم جميل جدا بتمنى انه ما يعجبكم ان شاء الله يعجبكم وضع اللايك ولما عجبكم زي ما انتوا عارفون برضو بضع اللايك نبدأ يلا مع بعض يلا بسرعة بسرعة لما حطش اللايك يطلع يحطوا اللايك اليوم الفيديو بتاعنا شايق جدا جدا وهو صفات يعشقها الرجل في المرأة هناك صفات كثيرة يحبها الرجل في المرأة بتمنى من الجميع أنه يحافظ على هذه الصفات أخواتي حتى يعشقها الرجل بالمرأة أو بك أختي العزيزة أول واحدة من الصفات نأخذ الشخصية الجذابة قد يكون سبب عشق الرجل للمرأة تميزها بشخصية ساحرة مميزة تجذبه وتأسر قلبه وتلك الشخصية الجذابة يختلف مفهومها من شخص لآخر وبالتالي يمكن تصنيفها لقسمين الجاذبية الداخلية بتكون المرأة من جوهرها من الداخل تعكس أمام الآخرين من خلال مظاهر مهمة جدا اللي هي الشخصية الجذابة من الداخل القدرة على التواصل مع الرجل بأسلوب مميز وعمل أشخاص الآخرين والتصرف بشكل طبيعي ولائق بعيدا عن التصنع والظهور بشكل مزيف على خلاف شخصيتها الحقيقية في محاولة جذبة الثقة بالنفس وقد تظهر الثقة عند سير المرأة بخطوات ثابتة أمام الرجل والحديث بشكل واثق معه والتعبير بصراحة وبدون خجل أمامه ضمن حدود الأدب طبعا وباستخدام اسلوب مهذب للحوار وضرورة الاهتمام بالمظهر الخارجي المميز الذي يزيد من ثقتها بنفسها أيضا التحل بالشخصية الذكية المثقفة وسعي المرأة للرقي بمستواها التعليمي والثقافي وقد يكون ذلك بالقراءة مثلا حيث المرأة الذكية التي تجيد التعامل مع الرجل وإجراء نقاش هادف معه تجعله يرغب بالحديث معها ولا يمل منها بل دائما يتمنى النقاش معه حوى مختلف المواضيع بإعجاب وحماس الموضوعية والمنطقية وإدراك المرأة حقيقة ما تقوله خاصة عند إجراء حوار مهم يحتاج الوعي والإدراك التام من قبل الشركان فالرجل قد يمل من المرأة التي تهتم فقط بمظهرها الخارجي وتسعى لإبراز جمالها وبالمقابل تهمل شخصيتها الداخلية وثقافتها تصرفاتها وأخلاقها الحسنة طريقة تعاملها اللطيفة والطيبة مع الآخرين كالتواضع وحب المساعدة وغيرها من الصفات التي تجعلها محبوبة ومرغوبة من قبلهم طيب تعالوا نشوف الجاذبية الخارجية احنا تكلمنا عن الداخلية أما الخارجية تتمركز بالمظهر الخارجي الجذاب للمرأة قد يكون أول ما يشد انتباه الرجل بها أيضا التعرف على شخصيتها الداخلية والتعمق بها طيب الجاذبية الخارجية بتتكون بارتداء الملابس الأنيقة بتكون مكوناتها يعني الجاذبية الخارجية أولا ارتداء الملابس الأنيقة العناية بالشعر وتصفيفه في حال أنه تكشف شعرها طيب تلبس الحجاب إنها تربط الحجاب بطريقة جميلة جدا طيب أيضا الجاذبية الخارجية لابتسامة والتي تكمل جذب جمال المرأة وتجعلها جذابة في نظر الرجل شرط أن تكون بشكل لطيف غير مبالغ فيه ويرعى اختيار التوقيت المناسب للضحك طيب الاهتمام أيضا بالنظافة الشخصية والعناية بالذات بشكل منتظم من خلال الاستحمام وتقليم الأظافر واستخدام نزيل العرق وغيرها من وسائل العناية الشخصية استخدام مستحضرات التجميل المختلفة بطريقة مناسبة والعطور الزكية والإكسسورات بالنسبة للعطور ممكن تضعها في البيت طبعا أنا لا أحب العطور في الخارج أنها تعتبر زنب طيب نشوف برضو الأشياء التي تجعل الرجل يعشق المرأة التفاؤل وحب الحياة مش دائما تشتكي من الحياة يميل الرجل مرأة المتفائلة التي طرد وتسعد بأبسط الأمور وتجعله سببا للمرح وإدخال البهجة لحياتهم فيعشان بهناء وسعادة بغض النظر عن الظروف والعقبات التي قد تعترضهما كما أنها تتخلى بالإيجابية تتحل عفوا بالإيجابية والتفاول حيث تضحك باستمرار وتبتسم مع شريكه وتبادله المزاح والدعبات وتنتقل له جزءا من الطاقة الإيجابية هي التي تنتقل له الإيجابية دائما ويعشق روحها المرحة ويعيش معها بإنسجام طيب وإيه كمان الرومانسية والتعبير عن مشاعرها يعشق الرجل المرأة التي تبادله مشاعر الحب العظيمة وتبوح له بعبارات الغزل الدافئة التي تشعل شرارة الحب في قلبيهما إضافة لمدحها صفاته وشخصيته الفريدة ومصارحة بإيجابها به والتغزل بجاذبيته وقوته وأمكانيته المميزة في نظرها فالقليل من المجاملات قد يكون سببا في تعميق الحب وتوطيد العلاقة بينهما شرط عدم المبالغة طيب وإيه كمان احترام الرجل وتقديره يعشق الرجل المرأة المهذبة التي تحترمه وتقدر رجولته وتشعره بذلك فلا تتعمد إهانته تحت أي ظرف أو تقلل من قيمته حتى وإن كان ذلك بغير القصد وإذر الاحترام أيضا من خلال تعاملهما معا أو عند حدوث الخلافات أو إجراء الحوارات بمعنى أكيد أخوان وأخواتي فهموا هذا المعنى طبعا الرجل يقره المرأة النكدية طيب نكمل التعليمات السلبية والمهينة على إرائه واقتراحاته حتى وانختلف مع رغباتها بل تستمع له بأداب وتخالفه الرأي وتعبر عن وجه نظرها للأمر بود وهدو بود وهدو تمام يا أخواتي؟ طب إيه كمان؟ لاهتمام بالرجل ومرأة ظروفه واحتياجاته يحتاج الرجل أن تشعره شركته بأهمية وجوده في حياتها وتعبر له عن مكانته العظيمة في داخلها وأنه الرجل الحقيقي الذي يستوطن قلبها ويسكن أعماقها فتحرس على الاهتمام به وترعى ظروفه وتحاول مساعدته قدر الإمكان وتمنحه بعض المساحة الخاصة للجلوس وحده عندما يرغب في ذلك أيضا تقدم بعض التنازلات من أجل سعادته فجميعها على ما تدل على صدق مشاعرها له والتي تجعله بالمقابل أسيرا لحبها ويرغب بإسعادها بالمقابل طيب أيضا نتكلم بشكل عام صفات أخرى يعشقها الرجل في المرأة خفة الضل والتصرف بشكل شقي وعفوي أحيانا شرط أن يكون ذلك بشكل مهذب ولطيف اثنين الحماس والجراءة وتقبل القيام بالأنشطة المختلفة كممارسة الهويات الجديدة مع الرجل ومشاركة المرح والمتعة الإبداع والتميز فالمرأة لا تشبه الآخرين ستبدل الرجل نجمة متوهجة يتمنى الحصول عليها الطموح والحلم وامتلاك أهداف قيمة تجعلها تسعى وتجتهد في حياتها في سبيل تحقيقها تقبل الآخرين وعدم انتقادهم خاص عندما يتعلق الأمر بشريكها الروحي واحتمال وجود صفات خاصة به يحتاج إلى تعديلها طبعا الرجل يحب الاهتمام جدا على المرأة سواء كان هذا حبيبها أو زوجها يجب أن تهتم به كثيرا دائما الرجل يحب الاهتمام ويحب السؤال ويحب الرومانسية القدرة على الثقة لازم أن يكون في ثقة بينهم وعدم الشك به والاعتماد عليه وهذا بدافع الرغبة ببناء علاقة صحية معه نعم يوجد هناك غيرة ولكن الغيرة لا تتعدى أنها توصل للشك الغيرة جميلة جدا الرجل يحبها ولكن دون أن تزيد عن الحد المطلوب العشق اعتبر العشق مرحلة من مراحل الحب القوية التي تجعل الأمر في قمة الافتنان بشريكه بحيث تتملكه مشاعر عظيمة يصعب السيطرة عليها أو تجاوزه هذا بالنسبة للصفات جميعها التي يحبها الرجل بالمرأة دائما الرجل يحب السؤال يحب الاهتمام يحب الرومانسية يحب من يسأل علي يحب أن يهتم علي حتى لو كان باتصال هاتفي إن شاء الله ينعني حتى لو خمس دقائق طبعا إحنا كده أخذنا الصفات كلها يلا بسرعة خلصنا الفيديو إلا ما حطش اللايك يفضل اللايك إلا ما اشترك في القناة بتمنى أنه هو يشترك أي موضوع يكتبوا لي في الكومنتات تحت أي استخار أو أي حلم يكتبوه تحت وأرد عليكم بإذن الله تعالى بتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو هيك وصلنا هاية هذا الفيديو سودعتكم عند الله الذي لا تضع ودع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته